أنا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل النهاردة العالم بيبدأ أول يوم في الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبعية عشان كده النهاردة هنترح أسئلة مهمة لكل الأمهات أنا عارفة أن كل الأمهات عندها أسئلة كتير قوي في الموضوع ده بالذات طب إيه الهدف من الأسبوع العالمي للرضاعة الطبعية؟ وإيه هي فوايدها؟ وهل في تأثيرات صحية ممكن يتعرض لها الطفل لو استمر على الرضاعة في اللبن الصناعي مثلا؟ كل دي أسئلة هنجاب عليها النهاردة بالتفصيل مع الدكتورة شاميق طلال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة اللي منورانا في الستوديو صباح الخير عليك صباح الفل عليك صباح الخير عليك يا دكتورة أهلا بيك منورانا أهلا بيك وأنتم منورين الدنيا شكرا جزيلا في البداية ايه أهمية الاحتفال بهذا الأسبوع؟ هو أهمية الاحتفال بالموضوع نفسه أن نعمل طبعا الأورنس بالنسبة بالماميز الجودات بالذات وخصوصا للفترة الأخيرة الجيل الجديد اللي ما بقاش مستحمل فكرة أنه هو يتعب عشان يسهر ورضاعة وقصص من ديت فطبعا الأسبوع دوت فرصة لنا كدكاترة أطفال واللي استشاريين الرضاعة الطبيعية أن هم يبتدوا ينشروا الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية نفسيا وجسديا ولصحة الطفل وأهميتها بالنسبة للمامي كمان طيب الموضوع ده مهم جدا لأنه في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي داب نلاقيه مش هقول إنه باختيار الأمهات ما بقاش بيرضاعة طبيعية إنه كتير بيبقى فيه حالات صحية يمكن ما بتسمحش بدأ لكن خلينا اتكلم عن أهمية الرضاعة الطبيعية في الأول بعد كده نشوف الحالة الصحية التانية نعمل فيها هو يعني إحنا لو يعني بط فيه شوية حاجات كده لو بطلناهم من البداية تلات تربع الأمهات هيرضاعة طبيعية بس إحنا برضو لينا يد كده كترة إن إحنا نبوز الدنيا شوي زي بالضبط لما الأم بعد الولادة مباشرة نقوم طبعا يعني ممكن بعض الممارسات الغلط مثلا إنه يدوها إيه مياه بسكر للبيبي أو يدو له جولوكوز أوي أو الحاجة المشهورة أكتر إحنا نطلع عيلة لابن صناعي مع كل ولادة دي حاجة كارثية فكده إحنا بدأنا الموضوع كله غلط فطبعا الأم تعبانة جدا وعندها ألام شديدة سواء كانت الولادة طبيعية أو قيصرية اللي هي أشد إلاما أكتر من الطبيعي فطبعا بالنسبة لها بيبقى سهل جدا مع بيبي بيصرخ طول اليوم إن هي تديله الصناعي فلو إحنا من البداية فهمنا الأم إن إحنا ما فيش لمية بسكر ولا فيه لبن صناعي ده حيفرق كتير قوي معها فهتبقى متبرمجة إنه بعد الولادة عطول لازم البيبي يتحط على جسمها اللي هو ملامسة جلد البيبي لجلدها ده اسمه سكين تو سكين كونتاكت ده بيفرق كتير جدا في إضرار اللبن وفي نفسية الطفل وفي نفسية الأم لو هنتكلم عن مميزات فإحنا عندنا كده مميزات للأم ومميزات للطفل عايزة تتكلم على إيه بالزبط في الأم يعني أنا أنا بشوف ساعات خلينا أتكلم هناخد معيكي الموضوع وحدة 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 وخطوا بخطوة الأمة أول ما بتخلف الإبن فعلا مش قادرة مش قادرة تعمل أيها مش قادرة تتكلم مش يفهمها قصدي إيه فبتبقى ساعات هي فعلا محتاجة مساعدة خارجية سواء من الدكتور أو من أهلها إنه بيساعدوه بلبن صناعي أو بميز سكر وساعات كتيرة جدا لبن الأمة أصلا ما بيشبعش الطفل ماشي أنا معيكي في النقطة ديت بس هي الفكرة برضو إنه من أحد المميزات اللي يمكن مقلتهش برضو إنه الكونتكت ما بين إن الطفل تحط على سيد الأم عند الولادة دي من الحاجات اللي بتخلي عاطفة الأم بتهدي أولا ألام جدا وبتخلي الطفل يعني الإحساس نفسه بالتلامس ده بيعمل حاجة يسمعها بوندينج اللي هو إن اللبن بيبتدي ينزل هو صحيح مش كتير في الأول بس هم لازم يفهموا إن في خلال 3-4 أيام اللبن حينزل زي الفل مش هيبقى فيه أي مشكلة خالص يعني ساعات بيحسوا إن عارفة اللبن من كتر ما الطفل بيفضل يعيط إنه مش كفاية فهي بتحس إنه حرام لأ أنا هتديله حاجة تانية تساعدني مع لبن الأم الأول بقول الماميز الجداد في حاجة يسمعها أنتي نيتل ستشنز اللي هي الجلسات اللي هي ما قبل الولادة ودي مهمة جدا جدا للأمهات الجداد يعملوا جلسات ما قبل الولادة مع استشاريين رضا طبيعية عشان تبقى فهمة هي المفهود تعمل إيه بعد كده بمجرد ما هي بعد الولادة على طول مجرد ما تفوق من المخدر البيبي يتحط عليها ولازم يعمل حاجة اسمها التقام اللي هو ياخد الحلمة بتاعت السادي عشان اللبن مش هيجي غير بالطريقة ديت الفكرة بقى إن فعلا حرفيا أول 3-4 أيام مع الألام الفضيع بتاعت الأم لازم فعلا البيبي يبقى مسك في صدرها مفيش حاجة اسمها لحد ما الأم ترتاح ده غلط جدا هو لازم يبقى مسك في صدرها أول 4-5 أيام لحد أول أسبوع وبنقول لها الرضاعة من الصبح البليل فيش حاجة اسمها تنظمي الرضاعة كل ساعتين في أول كام يوم ده غلط أنا أول مرة أعرف إن فيه حاجة اسمها استشاري رضاعة دي بقى حاجة مهمة جدا دي حاجة كمان بعيدة عن يعني مش بعيدة هي بتتعاون مع دكتور الأطفال فيه حاجة اسمها استشاري رضاعة طبيعية ثقافة لسه دخلة في مصر جديد وبقى ليها بوردس وزملات وحاجات بتتعامل والوقت فيه ناس شغالة بيها إن الأم لما بتفشل في الرضاعة الطبيعية شكرا بقولك مش سهل إن احنا ندي صناعي لكن كله بيستسهل دلوقتي فمجرد ما الأم في خلال 4-5 أيام بتفشل بتروح لاستشاري رضاعة طبيعية بيزبط الدنيا معها زي الفر دكتور ده كله بيستسهل الولادة كيصرية مش هيستسهلوا اللي بقى هي دي مشكلة من الجيل الجديد مفاستك شوية اللي هو عندوش القدرة إن هو يستحمل طيب نيجي بقى للنقطة الأهم أهمية ده إيه بالنسبة للطفل أهمية دوت إيه بالنسبة للطفل طبعا إحنا سمعنا كلام كتير إن لبن الأم بيزود المناعة ومش عارفة إيه والاكسر المضادة والزكاء والكلام ده كله طبعا دي حاجة مهمة جدا بس رقم واحد اللي أنا شايفة دي أهم حاجة العلاقة النفسية ما بين الأم والطفل يعني الطفل بينزل محتاجي حس بالدفء وبالأمان الطفل لزق في مامته وزي ما قلت لك عامل الالتقام وبيرضع وبتدى يرضع فنفسيا أولا ده بيبقى معانا طول العمر مديره إحساس بالأمان والثقة في نفسه دي حاجة مهمة جدا وبالتالي نتكلم كمان في المناعة والوقاية من الأمراض والكلام ده كل فأنا جبت الحتة المهمة كلام بقى في إنه المناعة طبعا تهرس في كل مكان فأتكلم في الحتة النفسية فدي مهمة جدا لكن البعض يعني أنا همشي معيكي ببعض الحاجات أنا أنا ما خلفتش قبل كده لكن بسمع من صاحباتي والأمهات دي يقولوا إن الأبن ما بقى يعني أو أنا معرفش ليه الجيل ده بالذات يقولك ما بيشبعوش عشان هم ما عندهمش الوعي الكافي عشان دلوقتي برضو إحنا ما نقدرش يعني ننكر إن الجيل ده مطحون برضو يعني في جزء كبير بينزل وبيشتغل والستان بقت معتمدة على نفسها جدا فهي فكرة بقى إنها خلاص قعدت في البيت وهتبقى متفرغة الكائن صغير وما فيش أي حاجة بتعملها في الدنيا غير الكائن دوت دي فكرة ممكن تبقى صعبة عليها شوية غير البنات زمان يعني كانوا قاعدين ما بيعملوش حاجة مش كلهم بيشتغلوا مش كلهم فكرة بقى السترونج اندبندنت وومن زي ما بيقول طيب ده فايديته إيه بالنسبة لأم الرضاعة الطبيعية الرضاعة طبيعية غير بقى الحالة النفسية للطفل احنا عندنا بقى الحالة النفسية للأم طبعا ارتباط الوثيق بينها وبين الطفل حاجة تانية واهم حاجة في رأيي ان الرضاعة الطبيعية بتمنع السرطان عند الأم دي حاجة مهمة جدا في حاجة الأمهات الصغيرين يعني بيفكروا فيها غلط ودي من أحد الإشاعات الغلط ان هم متخيلين ان الرضاعة الطبيعية بتتخن وبتعمل تراهل في الساديو ده مش حقيقي الرضاعة الطبيعية بتستغل مخازن الدهون في الجسم عشان تكون اللبن باستمرار وبالتالي لو هي أكلت أكل يعني ما دبتهاش دي نقطة مهمة بردو اه طبعا دي نقطة مهمة جدا ما كله خايف على شكله دلوقتي جليل جديد بردو فنقطة مهمة جدا ان الرضاعة الطبيعية مع أكل هلطي ومتوازن طبعا هيزبط قصة الوزن دي جدا مع الأم مش العكس دي نقطة دي نقطة مهمة جدا 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 كله متخيل انه لما يبقى فيه رضاعة طبيعية السادي هيبقى تراهلات وده مش حقيقي بس بعد يعني الرضاعة الطبيعية فعلا بيحصل فيه تحول في الجيل هو بيحصل فيه تحول بيحصل فيه تراهل وعشان كده الأغنبي العظمى بينصحوا بالرياض عشان يحصل ليفتنج أو يرفعوا السادي فده ملوش علاقة يعني بالرضاعة اه لا لا ده ملوش علاقة بالرضاعة خالص طب حريك بتقولي أكل هلثي ايه اللي أكل الهلثي اللي يأكله أو أكل الصحي يعني أنا أكتر سؤال بتسئله يعني بتجيلي الأم بتقولي هو أنا مش عايزة أتخن وأنا شايفان ده حقه صراحة ماينفعش أقول لها لأ كلي لأ لازم تردعي اتخاني وبعد كده تخسي أنا ضد المبدأ ده هي مهم أنها تحافظ على شكلها عشان تبقى مرتاحة نفسين وبتردع فبقول لها أنت ركزي على الخضار ركزي على الفاكهة ركزي على السوائل أنا مش لازم أجيب خمس فرخات كل يوم زي العادات اللي احنا بنعملها وأقول لأم أكلي كلي خمس فرخات قصة أنت بتاكل ليكي وللبيبي طبعا المبدأ ده مش صح هي هتاكل بروتين كويس قوي وهتاكل خضار وهتاكل فاكهة وهتاكل سكر في الحاجات الهيلثي الصحية زي مثلا العسل الأبيض زي السكر بتاع الفاكهة لكن أنا مش لازم مثلا أكل اتنين تن رز واثنين تن مكارونا عشان أرد يعني ده مبدأ غلط أساسا هو الهيلثي هيلثي في أي وضع في الحامل في الرضاعة في كل هل أكلها وهي حامل بيأثر على هتعرف تردع كويس ولا لا بعد الخلفة كسحة يعني أكيد هي لو أكلت كويس هيطلع علينا بيبي صحيته كويسة مولود في معيده مش قبل معيده الحاجة الأهم طبعا دي معلومة محدش يعني عارفها كويس إن الأم في أثناء الحامل اللي بتاكله بيطلع الطفل بعد كده بيحب يأكله يعني في أطفال غريبة جدا عند ست شهور أول ما تدخلي له الأكل يبقى بيحب المسكر قوي مش عايز الحاجات الحاد لأن مامته كانت مقضيقة سكرياته بس 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 و كنافة نيجي بقى اللي بتاكل حوادق ومتحبش السكريات تلاقي الطفل بحب الحوادق جدا ودي فعلا حقيقي بالتجربة يعني طيب إفرد الطفل نفسه رافض الرضاعة طبعا ما أنا قلتلك بقى ستيب باي ستيب إحنا مش بنيأس هو رافض الرضاعة طبعيا ما جيش بقى أنا أستسل هو برضو إحنا في نعيب إحنا منستسل مش عايزين واش من الأممي فأنا عايز أكبر دماغي عشان الحالة الورا تخش واخلص هو الصح بقى أن أنا أقول لها إيه الأول أنا هحاول معاها في السيشنز إن أنا أعلمها الوضع الصحيح لأنه ممكن تكون بتحط البيبي بوضع غلط ممكن الالتقام نفسه غلط ممكن بتسيبه نايم فترة طويلة غالبا بيبقى في حاجة غلط بتتعامل لو أنا فشلت في المرحلة دي مش هقول لها خدي الصناعي هقوم وديها الاستشاري رضاعة طبعية هيعمل معاها سيشنز هيقعد معاها كده ويعمل معاها سيشنز ويعلمها إزاي ترد فشلت خالص ساعة أنا بقى بنلجأ للصناعي يعني اتصنع عشان كده يعني بص يا دكتور أنا حابين نتكلم في الموضوع ده يعني والنقطة تزيب الزيت لأنه ده الحاجة لكل الناس عندها دلوقتي مشترك يعني مشكلة مشتركة فيها أنه الولد ما بيشبعش الولد بيعيت بيزن طب أعمل إيه أنا مش هسيبه جعان الكلام ده كله فحليك دلوقتي اللي بتقوليه أنه فيه أخصائي للرضاعة دلوقتي هو يعلمها اتجارة بمرة واثنين وثلاثة بالزبط لو فشل الموضوع ده خلاص للأسف الشديد يعني فيه حاجة بنعملها هي بتبقى مجهود شوية على الأم بس أنا شايفة أنها تستاهل أنه ممكن تجيب مثلا الالكتريك بومب أو البومبينج اللي هو المانوال العادي وتبتدي تشفط وتدي للبيب هو ده مرهق جدا بس ده ستيرة بتعميره بس ده اللي هو فقدنا الأمل خالص طب ما فيش فيه أمهات يعني ما عندهمش لبن أصل بالزبط على فكرة فيه أصل وفيه أمهات يعني بعد الشر عندهم أمراض زي الأيدز مثلا يعني دي مشكلة أو مثلا عندها حاجة اسمها هيربس على الحلمة مثلا دي منفعش تردى عندها مشكلة صحية ولازم تاخد أدوية والأدوية متعرضة أصلا مع الرضاعة فخلاص دي منفعش فماقدرش بصراحة أفتح بو ساعتها بين الطرس والصناعة يتعمل عشان كيف وبتعرفوا إزاي بقى المشاكل دي وهي حامل بتعمل التحليل دي مثلا طبعا يا إما وهي حامل كانت مصابة يا إما تعبت بعد الولادة والدكتور اكتشف دوت هي بتيجي تقول لنا أن هي عندها مشاكل كذا وكذا وكذا هينفع ولا ما ينفعش بنحدد على حسب حالتها الصحية ونقول لها ينفع ولا ما ينفعش طيب ذكرت دلوقتي أنه الطفل يبتدي ندخله أكل مع الست شهور فيه ناس بيطدوا بدري شوية تلت شهور يطدوا تلت شهور ينفع لا مش تلاتة الو اتش او كانت نزلة ببنفلت كده قالت فيه أنه من أربعة لستة وفيه دول في أوروبا ماشية بأربعة وفيه دول ماشية بستة والأمريكان أكاديمي ماشية بستة وهي مدارس زي ما بيقولوا فعلا طب أربعة دي إمتى أقول أربعة وإمتى أقول ستة أربعة دي لما لايء الطفل عنده استعداد بمعنى أنا لما بعمله التست يعني بيجيلي مثلا وعمله التست ألاقيه ما شاء الله بيهم معي وبيقوم بسرعة عنده تون وباور عالي جدا بابا ومامته لما بيجيوا ياكلوا بيقوم رامي نفسه وعايز ياكل معاهم كل دي استعدادات بتقول إن الطفلة ده ممكن ياكل ساعتها أنا بقول وزنه حالة الصحية تستحمل أنه يبلع عملية البلع دي أساسا تدريب لوحدة فأنا شخصيا بعمل إيه بقول للأم تعالي من أربع شهور لو عندنا كل الشروط دي متوفرة هنأكل البيبي بس خلي بالك من أربعة لستة مش بنأكل أكل وميلز والكلام ده لأ إحنا بنعمل تدريب على البلع لأن عملية الرضاعة عكس تماما عملية البلع دي نقطة نوع إيه بقى؟ ياخد إيه بقى؟ ياخد إيه؟ أنا بحب دايما الأم تبتدي بيء الخضار قبل الفكرة عشان حتة أن الأطفال بتحب المسكر ده أنا أصلا كائن ضد السكرية ومش بس في أول سنة لأ طول الحياة هوا باين يا دكتور عليكي يعني ما شاء الله ومحافظة زي الفل ما كنتش كده لو أنت عارب ما كنتش كده لكن أنا فكرة السكر دي يعني بتيجي لأم تقولي أنا عارفة يا دكتور إن ممنوع العسل أبيض والملح والسكر بقول لها طيب بعد إذنك ممنوع العسل أبيض والملح أول سنة والسكر مدى الحياة هي دي الفكرة خد يدي له بقى السكر في الفكهة وكل حاجة بس برضو ما ينفعش يجي طفل أربع شهور ويدي له الفكهة الأول ما ينفعش هياخد بقى الكوسة إزاي الكوسة أساسا المصريين كلهم بيكرهوا يعني صح هياخد كوسة إزاي وهو واخد موز مثلا أو تفاح هي دي النقطة طبعا بيتهرس الأكل خالص خالص ممكن تحطله شوية مية أو شوية لبن وبتبتدي الأمة تدرب زي ما اتفقنا بس الشروط بتاعت الأكل البدري أنه يعرف يصلوا براسه عنده باور حلو قوي أعصاب التون بتاعه حلو يعني عنده قوة أعصاب حلوة وعنده قابلية بيعيز يأكل نسأل دكتور برضو أحسن لهو لسه أربع شهور وعايزين نأكله طيب الأمة تفتم ابنها إمتى برضو دي تعتمد على حسن يعني مثلا الأمة دي عاملة ولازم تنزل نسبة كبيرة قوي مستدت دلوقتي بيشتغلوا وبيرجعوا متأخر شوية على فكرة مش شرط تكون بتشتغل ممكن يبقى معاها أربع أطفال تانية ومتبهدلة في البيت ومخلاص مش قادرة والبيبي بيجي عند سنة بيبقى ماسك في مامته ومسكة منيلة اللي هو عايز يرضع بس ما بيكلش فاحنا بنقول إن الفطام بيبتدي من سنة لسنتين من سنة لسنتين حسب بقى حالة الأمة الصحية إيه ظروف عملها إيه ممكن تكون هي نفسية مش مستحملة في أم مثلا ابنها سنة وشهرين ورمضان جاي أنا عايزة خلاص أصوم أنا بقى لي مش عارفة قد إيه ما بصومش حسب كل واحد وليه ظروف فالدكتور اللي بيحدد طيب في مراحل تدريجية مثلا عشان تقفتموا بالنسبة للأكل مثلا تتدخل حاجات مثلا في الأكل بعد أربع شهور زي ما بدأنا كده ونمشيها واحدة واحدة لحد مثلا ما نكمل سنة أو سنتين لو ما عندوش الشروط اللي قلناها هو التدريجي هنا إيه إن إحنا لازم كل صنف يخش تلت تيام تجربة يعني مثلا أنا ما ينفعش أجرب الجازر مثلا مرة واحدة مرة واحدة أنا لازم أجرب تلت تيام لأنه ممكن مثلا الجازر يعمله إمساك شديد جدا ممكن الجازر يعمله طفح جلدي مش مستحمله وخصوصا مثلا لو الخضار ده مرشوش فأنا كده بعمله تست يعني لازم تست في أي حاجة إيه حاجات معروفة إن هي مثلا ما بتعملش إيه ما بتعملش حاسية يعني مثلا على سبع شهور بيدخل الفراخ أنا ما سمعتش إن في حد جالوا حساسية من الفراخ قبل كده في حاجات بقول الأم دخليها بس مثلا لو بنقول مثلا حندخل زبيدي دلوقتي بندخله من ستة سبعة فمش لازم أجرب ده بقى يعني حاجة في غاية الحساسية يعني بعض الأطفال بيرفضوا ثدي الأم لوحدهم كده فجأة بعد ما كانوا بيرضعوا زي الفل فجأة تلاقيهم ألبوا على الرضاعة فده بيبقى سبب عارض يعني ولا بيجوا هم فاطموا نفسهم بنفسهم فيه حاجة اسمها في طوم ذاتي فجأة لللاف لله كده الطفل ده مش عايزة ده يبقى طفل خطير بالنسبة للأم هو ده واحد صاحب مزاجي هو يبقى دماغي لو كل بقى يعني لو مرحش للبن الصناعي عشان يبقى خلاص بقى بس بيبقى فيه وراء ده سبب يعني مثلا إيه فيه ناس متخيل لا فكرة مثلا الأم زعلانة دي على فكرة فكرة مهمة حاجة مهمة جدا ما هي لو نفسيتها وحشة قوي ومخيش تعاون من اللي حواليها معاها آه ده بيقلل اللبن جدا فدي حاجة ممكن تخلي الطفل خلاص شكرا مش عايزة مهم عوي لا ركزي بها دكتورة الستاتة يحب وعوي النقل الموضوع النفسي ده مهم جدا برغم أن برضو يعني فيه فئة من دكاترة ممكن تبقى شايفة الأم بتتدلع لا أنت بتتدلع ما تتدلع هي المشكلة ما تتدلع صحيح حقها لا هي عايزة اللي يتطب عليها أنا شايفة مرحلة أول أربع شهور دي محتاجة اللي يتطب عليها من الدكتور ومن جوزها ومن مامتها من جرانها هي اللي يكون في عونها بصراحة فهي في طام الزاتي ده جدة جدت عند سن شهرين قدت مية الوضع عجبه المية قوي سابق من رضاها ماشي لحسته إيه بشوف الحاجات دي عند شهرين الجدة بالزات يعني الجدات حبايبي ما هي هما بيقولوا احنا كنا بنعمل كده زمان هو كنا بنعمل كده زمان هما دايما يقول لك كده احنا ربناك وبقيته أحسن مش عارفة من إيه فهي الفكرة إيه أنا كان عندي جدة جميلة جدا كانت بتبدي أربع خمس عيالة بزبادي في اليوم مع معلقة عسل أبيض كل الممنوعات فطبعا الولد جالي عند أربع شهور 13 كيلو ماشا الله ماشا الله من ربين ده بدوب فاهميني فطبعا دي كانت كانت مشكلة وساب الرضاعة خالص يعني الحل المناسب والأمثل نحن نستشير طبيب حتى في الرضاعة وفي دلوقتي استشاري للموضوع عشان نتجلب أي مشاكل بتحصل ونرجع تاني للمتعودين عليك فطرتنا كبني أدمين الرضاعة الطبيعية من أحسن وأمثل الحلول كل شكرا لكي دكتورة شيماء طلال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لنهارتين النهاردة وفتين جدا شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتورة شكرا لك يا دكتورة